اشتركوا في القناة نستهل نشراتنا بملخصة من خطبة الجمعة الأخير لسيدنا أمير المونين حضرة مرزى مصرور أحمد أيضا الله تعالى بنصره العزيز بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي يلقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصره العزيز من مسجد بيت الفتوح في لندن في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري حيث تابع الحديث عن الصحابة البدريين ومنهم طليب بن عمير وكان من السابقين إلى الإسلام حيث أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام ثم دخل على أمه أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبارها بإسلامه وقال لها فما لك لا تسلمين وقد أسلم أخوك فقالت أنظر ما يصنع أخواتي فأكون إحداه فقال لها أسألك بالله إلا أسلمت وشهدت برسالته فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكان تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنصح ابنها بالدفاع عن وتأييده فقد ورد عنه أنه كان أول شخص في الإسلام جرح مشركا لإساءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك أبا جهل فشكاه إلى أمه فقالت إن طليب النصر ابن خاله وأصحابه في ذي دمه وماله كان طليب ممن هاجر إلى الحبشة وعاد لما وصل خبر إسلام قريش ثم هاجر إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المنذر بن عمر شهد طليب بدرا وكان من كبار الصحابة واستشهد في معركة أجندين في الشام التي كانت بين المسلمين والروم وكان عمره حين ذاك خمسة وثلاثون سنة وسالم مولى أبي حذيفة وكان من كبار الصحابة وكان من المهاجرين وقد هاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن معظ وكانت ثبيتة قد أعتقد سالما فتبنه زوجها أبو حذيفة ثم زوجه ابنة أخته فاطمة ويقال إن الله حين أنزل قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما فكان يسمى بعد نزول هذه الآية مولى أبي حذيفة حيث كان في السابق يقنى بابن أبي حذيفة ومن ثم صار ينادى بالعتيق أو المولى يقول محمد بن جعفر عندما هاجر سالم إلى المدينة أقام عند عباد بن بشر وعن ابن عمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الذين قدموا من مكة حين قدم المدينة لأنه كان أقرأهم للقرآن وروا مسعود بن هنيدة قال لما نزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وجدنا مسجدا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه إلى بيت المقدس يصل بهم سالم مولى أبي حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقرئ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومهاذ بن جبل وعن عائشة قالت يا رسول الله إن في المسجد رجلا ما رأيت أحدا أحسن قراءة منه قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمه وفي غزوة أحد عندما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم دما يقول كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء من ثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وندو الله تعالى أن يوفق الجميع أن يفهموا ذلك في حرب اليمامة طلب بن سالم حمل راية المسلمين فخاف بعض الصحابة استشهاده فقال سالم بئس حامل القرآن أنا إذا لم أثبت وقطعت يده اليمنى فأخذ راية باليسرى ثم أخذها بعض دي وهو يقرأ القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضحفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أرسل سيدنا عمر ميراثه إلى السيدة ثبيتة التي اعتقته فأبت فجعله عمر في بيت المال وفي نهاية الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصلي صلاة الغائب على المرحوم غلام مصطفى والمرحوم أمت الحي وذكر نبذة من حياتهما ودع الله أن يرفع درجاتهما ويلهم ذويهما الصبر والسلوان أما الآن في الخبرنا الأول جامعية عموم أفريقيا لسلم الحمدية في كندا تحتفل بشهر تاريخ السود في شهر ديسمبر كانوا الأول من عام 1995 قرر مجلس العموم في كندا رسميا أن يكون شهر شباط فبراير شهر تاريخ السود ومنذ ذلك الحين يتم دعوة الكنديين في هذا الشهر من كل عام للمشاركة في احتفالات شهر تاريخ السود تكريما لطرات الكنديين السود وفي هذا العام نظمت جامعة عموم أفريقيا لسلم الحمدية بكندا باما حادثا خاصا بهذه المناسبة عشية يوم 24 من فبراير شباط في مركز مجتمع دريفتورد في تيرونتو تحت عنوان المضي قدما وقد تم تصميم هذا الحدث لتقديم مجتمع السود للعديد من المنظمات التي تعمل بنشاط من أجل توفير الخدمات الرئيسية لهم بحيث تساعد خدمات هذه المنظمات أفراد المجتمع السود على المضي قدما نحو تحقيق الصحة والنجاح ورحة البال بدأ الحادث بتلاوة من القرآن الكريم وترجمتها ألقاها السيد أمو طاريولا ثم رحب مضيف البرنامج السيد مزمن الجلال بجميع الحاضرين وقدم مقدمة موجزة عن جمعية عموم أفريقيا لسلام الحمدية في كندا والتي تأسد عام 2018 في الجلسة السنوية بموجه تعريمات أمير المؤمنين أيضو الهتعال بنصر العزيز والقال كلمة الختامية السيد عبدالغاني أمو كانيا رئيس جمعية عموم أفريقيا لسلام الحمدية في كندا ثم أمد دعا الصامت هذا وقد تم تنظيمه عدد من طاولات العرض التي جزبت اهتمام الزوار لها سيمة معرض التبليغ ومعرض الخط العربي الذي نظموا الطلاب الجامعة الأحمدية في حين نظمت سيدات جمعية عموم أفريقيا طاولة تحت عنوان زاوية الفنون ونظمت كذلك طاولة عرض بعنوان طريق السلام قدمت تسع أسس ضرورية للسلام العالمي بينما عرضت منظمة الإنسان أولا صورا من عمله الإنساني المنقص في جميع أنحاء العالم وكان من المنظمات التي شاركت في هذا الحدث شبكت مساعدة المجتمع في تورونتو ومركز سبوت للشباب وجي في اس وصحة المرضى في أيدي النساء والتداوي بالعشاب وعلى الرغم من الظروف القوية السيئة حضر الحدث حوالي 125 شخصا وفي الختام تم تقديم العشاء للجميع ولأننا ننتقل إلى خبرنا الثاني في العشرين من مارس آزار الجاري نظمت الجماعات الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة وقفة تضامنية تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في كرايست شيرج في نيوزيلندا بدأ البرنامج ابتلاوة من القرآن الكريم تلاها دقيقة صمت تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي في كرايست شيرج وانتهز العديد من أعضاء المجتمع المحلي الأوسع الفرصة للتعبير عن حزنهم وإدانتهم لأعمال التطرف الإرهابية وشمل المتحدثون كلون من مولانا عطاء المجيب راشد إمام مجد الفضل وعضو البرلمان بول سكالي ورئيس بلدية ميرتون السيد ستيفن وكانون ميشيل سكانلون ممثل الكنيسة الكاثوليكية وكاهن أبرشية القديسة تيريزا وعضو البرلمان السيد زاك جولد سميث والسيد ستيوارت ماكدونالد من المجلس اليهودي البريطاني والسيد براندون لويس رئيس حزب المحافظين البريطاني ثم تلت سيد رفيق أحمد حيامير الجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة بيان الجماعة ردا على هذا الهجوم وانتهت الوقفة التضامنية بالدعاء الجماعي الصامت نترككم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة